اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا القمر الان موجود في منزلة الرشا وهي منزل العلاج والربح والسلامة والصلاح وتعتبرها اخر منزلة بالخارطة الفلكية اللي هي اخر منزلة في برج الحوت واول ما يدخل على الحمل اللي هو الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة مساء من مساء الليل السبت على الاحد بنتقل القمر لمنزلة الشرطين وهي اول درجة من درجات برج الحمل عشان هيك الخارطة للمنازل القمرية دائما بتعتمد على نهاية الرشا وبداية الشرطين عشان تكتمل المنازل القمرية فمعض الاشخاص بيسألوني دائما انه انتي ليش بتحكي منزلة وغيرك بيحكي عن منزلة اخر اه لانه هو يعتمد هو فاهم حافظ مش فاهم لانه هو بيعتمد على البرنامج كيف بيحكي له المنزلة هاي وين موجودة المنزلة طبعا هسا رح يعدلها هو وانتوا اكيد رح تعرفوه لانه هو عمره في حياته ما فهم شو يعني منازل ولكن سعيد بيحكي بالمنازل صار يحكي بالمنازل البرنامج بعض البرامج اللي بتحكي عن المنازل القمرية بتحطها بطريقة ترتيب الاوروبي والمنازل القمرية هي منازل عربية عشان هيكي على الحساب العربي منزلة الرشا هي اخر منزلة تنتهي حافتها مع حافة برج الحوت واول درجة من درجات برج الحمل هي بداية منزلة الشرطين وعلى اساسها تقسم جميع المنازل اللي بيجي بقول لي ليش هو بعدك ليش انت قبله ليش انت بعده ليش ماذا هو انا الصح وهو الغلط بس طيب منزلة الشرطين منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيد العلاج الاسنان عمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 223 دقيقة من عصر اليوم الاحد لينتقل بعديها القمر لمنزلة البطين اللي برضو موجود في برج الحمل وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر زي ما حكينا هو مازال موجود بالحوت واحنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا ذكرنا في حلقة الامس انه ببدأ من ظهر اليوم السبت الساعة 11 و 10 دقائق ظهرا بدأ وبيستمر لغاية الساعة 53 و 56 دقيقة بعد العصر من عصر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل هذا بيعني انه الفترة المذكورة يعني اللي ضاهل هسة تقريبا ساعة 56 دقيقة من موعد بث الحلقة اللي ضايلات هذولا هي برضو استمراري الى فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل الساعة 53 و 56 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج فيعني انه هاي فترة رح نشعر فيها بطاقة كبيرة جميع الاضراج طاقة كبيرة للعمل منكون اكثر تصميما اكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب او مشهدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا منكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وبرضو بامكاننا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عندنا زاوية برضو تأثيراتها طويل شوي يعني هي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها من اليوم اللي هو تسعة عشرة ورح يستمر تأثيرها لغاية خمس احداش ذروتها يوم اثنين وعشرين عشرة في تمام الساعة تسعة وست عشر دقيقة مساء طيب ليش هاي زاوية طويلة لانه الشمس والزهرة موجودات في الميزان واثنين بيمشوا مع بعض فعشان هيك اخذت الفترة الطويلة المذكورة اما بالنسبة لايجابية هاي زاوية فانه كيف بدأ اشرح لكم اياها يعني ثنتين ايجابيات وبقوة المهم هذه بتعطي نظرة ايجابية للحياة بصورة عامة وتفاؤل اكثر وتعطينا نوع من انواع الطاقة لانجاح كثير من الامور وبرضو بتصير فترة ناجحة بكثير من المسائل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين الشمس وبين زحل وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية يوم ست عشر تتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وحكينا انه هاي تأثيراتها لغاية يعني تسعة عشر اللي هو اليوم اخر يوم لتأثيراتها وهي اللي بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيراتها لغاية اتنين وعشرين عشر بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية لانه ممكن يتناولوا الادوية بطريق الخطر اما دوليا فهاي زاوية بدل على اضطرابات سياسية في البلاد بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية او المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او ناقلات البترول او حرائق او اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها والاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تربيع سلبية منفصلة بين زحلو بين اورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا ثلاث زوايا اول زاوية ذكرناها يوم امس اللي هي زاوية اقتران ايجابي وهي زاوية بذكرها اليوم لانه هي استمراريتها رح تضل لغاية تقريبا ساعات صباح يوم الاحد هي زاوية الاقتران الايجابية ما بين القمر وبين المشتري تأثيرها من الان ولغاية صباح يوم الاحد طبعا هي ذروتها ساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليل السبت فعشان هيك استمراريتها طويلة منهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة 2 و19 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثير هاي الزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس اللي هي رح تكون في تمام الساعة 8 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ومعنى زاوية التقابل ما بين القمر وما بين الشمس يعني القمر اكتمل بدر يعني في هذا الوقت اللي هو 8 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 10 و54 دقيقة بصير القمر بدر فهاي ذروة الاتصال طبعا تأثير هاي الزاوية من ساعات الصباح لثاني يوم صباحا اللي هو لصباح يوم الاثنين بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبالدل دوليا على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وبرضو إلها علاقة بتقلب أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن العمليات الجراحية لإلها اللي هي الرأس أي شيء له علاقة بالرأس الأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشرايين والدم هدولا يعني أي شيء له علاقة بالعمليات الجراحية نبعد عنها تماما وخصوصا أنه في مراحل اكتمال القمر وهاي بيكون فيها شوية لها علاقة بنزف الدم والأمور المثل هيك فعشان هيك العمليات الجراحية إذا كانت الطرارية ومهمة وغير قابلة للتأجيل اليوم تنعمل ولكن اللي فيه مجال أنه يأجلها يأجلها بالنسبة للعمليات التجميل أو الحقن جيد يعني ما فيه أي مشكلة لكن بما أنه بالرأس وأحنا نبهنا لهذا الموضوع فيعني رغم أنه الزهرة سعيدة بتعطي طاقة إيجابية وزاوية بين الشمس والزهرة بتعطي برضو إيجابية فما نقول الحقن جائز ولكن الجراحة غير جائزة هذا اليوم طبعا بما أنه بحلته السلبية العالية فلا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين عشر عشرة بيبدأ خلو المسار الساعة ثنتين ودقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة التسعة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة عصرا بصير خمسة عشر يوم نسبة الإضاءة بتصير مية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة مية في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في الحمل حتى يوم عشرة عشرة هو الآن سعيد بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعودة إلى ثلاثين في المية في ساعات الظهر بترجع بتنزل لنسبة عشرة في المية في ساعات المساء بترجع بترتفع نسبة السعودة إلى خمسة عشر في المية بلاش حدها سيحكي لي ليش بتحكي سعودة السعادة قصدي بالنسبة لعطارد في العذراء حتى يوم عشرة عشرة منتحس بنسبة ستين في المية الظهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة طبعا هي الآن موعد بث الحلقة سعيدة بنسبة خمسة عش في المية من ساعات منتصف الليل اللي هي ليل السبت على الأحد بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية وطيلة النهار بنفس الرقم بالنسبة للمريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم عندكم طاقة عالية وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وحان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمعوا جواب كنتوا بتنتظروا أهم شيء أنكم تتحركوا ما تنتظروا أن الفرصة تيجي لعندكم بالعكس أنتوا اذهبوا وابحثوا عن الفرص لأنه اليوم ما في مجال أنك تضيع الوقت لازم تكسب بكل الاتجاهات وتعتبر هاي بداية جديدة إن شاء الله وموفقة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود صار في الحمل يعني بيت متاعبكم فعشان هيك اليوم هذا بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة عندكم يعني ممكن شوي هيك تتأخر بعض النتائج البضائع المعاملات تشعر ببعض الخيبة أشخاص يوعدوك بشيء ما يوفو بتظهر خلافات أو التباسات برضو خلال هذا اليوم طباعك متقلبة ومزاجك متعكر أهمش إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما تتوقع وحاول إنك تعمل بشكل روتيني بدون أي قرارات حاسمة برج الجوزاء بالنسبة لأوليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة أو يسعدوا من لقاء أصدقائهم اليوم بإمكانك أنك تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون لزملاء وأيضا مناسبة على المستوى الاجتماعي بشكل كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة تقدر تبرر كلامك وتوضحه بشكل جيد حاول إنك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات اليوم أهم شيء إنك ما تكون مهمل وما تترك أي انطباع سلبي عنك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب النقاشات الدينية والسياسية اللي إلها علاقة بالثقافات الفلسفية ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحانة وجراء مقابلة بتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولاختبار تجارب مختلفة بتشعر اليوم بالاعتزاز والفخر أهم شيء إنك ما تستسلم وما تردخ للشروط اللي ما بتناسبك وحاول إنك تناقش بمنطق برج العذرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراك أو تعويض ولكن اليوم بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة حاول إنك تكون متفاهما لأوضاع الآخرين ولا أراءهم اتجنب الكلام الجارح وحاول إنك تكون دبلوماسي ممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات بموضوع بيتعلق إما بصحة إما موضوع صحة بيتعلق فيك أو في أحد المقربين لا إلك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني الأجواء جيدة على مستوى علاقاتكم بأزواجكم أو بشركاء العمل ممكن اليوم صير في أي تنصيق ما بينكم ولكن هذا اليوم بتكثر فيه الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت فعشان هيك بدك تحاضر لأن طاقتك شوية بتكون نازلة في هاي الفترة انتبه لصحتك هو ما فيه خوف ولكن بدها بعض الانتباهات اتبع الإرشادات والتعليمات وتجنب المشاكل وحاول انك ما تتصلط برأيك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم انجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن اليوم تجدوا تعاون من بعض الزملاء لألكم طبعا القمر صار موجود في بيت العمل والصحة عشان هدول الأمرين هم أكثر أمرين رح تنشغل فيهم خلال هدول اليومين فعشان يتنظموا جدول غذاكم خذوا قصة من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني ان المرحلة رح تكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم بحمل فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف وللارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا تعتبر هذه فترة إيجابية على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض وعلى مستوى الهوايات والمرح وعلاقاتكم بالأحبة برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة وممكن اليوم تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة يعني الأجواء لإلها علاقة بالبيت أو بالعقار أو بالعائلة هي أكثر الاهتمامات رح تكون عليها فممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات اللي لها علاقة بسوء تفاهم جدال نقاش أعطال منزلية مثلا ترحيل استجار بيت هاي الأمور اللي ممكن تظهر فممكن تتعرض لبعض المحاسبة وربما لتحديات واستفزازات ويجب عليك اليوم إنك تضبط عصابك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في السفر في الاتصالات بالنقاشات بالحوارات منكم أشخاص ممكن اليوم ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وهاي الفترة تعتبر مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا في طرح موضوع حساس ممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة عشان هيك بيتوجب عليك إنك أنت بكامل طاقتك اليوم تستغل كل الفرص برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا مال بعودلهم أو يحصلوا على هدية بعضكم ممكن يقدم على إنجاز أو يناقش صفقة أو اتفاقية حاولوا إنكوا تعملوا بجدية نظموا شؤونكم المالية امتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة الأجواء جيدة على المستوى المالي فيعني ممكن تحصل على نوع من أنواع الدعم أو تحل مسألة مالية خلال هذا اليوم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء